من الذي آطى رسول الله الخيار هذا؟ الله إذن عمله واختياره حكم من أحكام الله باري جل جلاله باري فوضه فما قضى به يصبح حكم من أحكام الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم ربا قائلا يقول أنتم كمسلمين لكم الحق في أن تمنعوا شخصا أخذ يدعو لمذهب ما يعارض عقيدتكم من نشر فكره في مجتمعكم ولكم الحق بناء على أحكام السياسي الشرعية أن تقتلوه إذا رأى إمامكم ذلك فكيف لا تسمحون لنا أن نمنع الدعاة المسلمين من تبليغ رسالتهم إذا رأى رئيس دولتهم ذلك وإذا منعناهم أعلنتم الحرب علينا واستبحتم دماءنا بما تسمونه جهادا فكيف نجيب من قال هذا يعني في مثل عربي يقول زناه فحده يعني نسبه إلى الزنا سمقها إذا أنت ينبغي أن يقام عليك الحد فهذا الذي يقولونه يدخل تحت قاعدة زناه فحده من الذي قال لو أن أناساً أرادوا أن يعلنوا عن النصرانية وحقيقتها وعقيدتهم وأن يبينوا للناس صدق معتقدهم وأن يجيبوا عن الإشكالات أو الشباة من قال إننا نكمم أفواههم ما قلنا ذلك رجعي للمراجل ما قلنا ذلك والمذاهب غير الديانات السماوية سيدي شيء كيف المذاهب الفكرية غير الديانات السماوية لها أن تدعو في المجتمع الإسلامي بما تشاء تدعو شيء وتعرف شيء يعني الآن مثلاً أصحاب الفكر الديالكتيكي يملكون أن يعبروا عن أفكارهم بالجامعات يملكون أن يعبروا عن أفكارهم في الصحف والمجلات يملكون أن يعبروا عن أفكارهم بالمحاضرات يملكون وما أحد يمنعهم نعم من أحكام الإمامية طبعاً هذا لولي أمر المسلمين إذا وجد المصلحة تقتضي ذلك أن يفتع لهم المجالات واسعة تفضلوا هذه الصلاة المحاضرات وتفضلوا هذه الجامعة وكذا كذا ولكن ماذا يقول في الوقت ذاته نحن أيضاً ينبغي أن نعرف المجتمعات الغربية على الإسلام نعم ينبغي طبعاً ما الذي يحصل في هذه الحالة نحن نقول دعي الزهرات كلها تتفتح هذا مبدأ الإسلام دعي الزهرات كلها تتفتح لكن عملياً أولئك يجدون أن حظهم في النجاح ضئير جداً في حين أن حظنا في دعوتهم إلى الإسلام قوي جداً لو أن واحد ذهب يدعو إلى الله لكن بالمنهج الإسلامي السديد لا بالطريقة الرديكالية التي يمارسها بعض الناس والعياذ بالله نعم جلسة واحدة عدد كبير من الناس يتحولون من حالي إلى حالي وأنا أنا واحد من أفطال هذا الموضوع نعم لذلك هم يطلبون مننا أن نفتح المجالات واسعة جداً ولكن عندما نريد أن نأخذ حظنا في الموضوع فكثيراً ما نجد العراقيل وكثيراً ما نجد العقبات وما إلى ذلك ليس كذلك السلام عليكم وعليكم السلام عليكم ما حكم بلاد الإندلس اليوم؟ هل هي دار أمان أم دار إسلام؟ لا هي دار إسلام حكماً حكماً ويجب على المسلمين أن يبذلوا كل ما في وسعهم بالطرق الدبلوماسية بالطرق غير الدبلوماسية لاستعادتها إلى حظيرة الإسلام ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها يعني لو قالوا الله لا نملك قولهم لا نملك لا يجعل من الأندلس دولة غير إسلامية يعني تظل الأندلس دار إسلام نعم وعلى المسلمين أن يتحينوا الفرص يتحينوا الفرص لكي يعيدوها إلى حظيرة الإسلام كيف يعني؟ ونغزوها لكن يعود الأمان الإسلامي إليها بحيث المسلمون الذين يكونون فيها يكونون مطمئنين فأتني أن أقول لكم دار الإسلام لا يشترط فيها أن تكون أحكام الشريعة الإسلامية هي النافذة أن البعض من الشباب يتصوروا أن دار الإسلام إذا ما كان يخطف فيها يد السارق ما عم يرجم الزاني ما عم يجرد سارق يشارب الخمرة مو دار الإسلام لا دار الإسلام هي الدار التي يتمتع فيها المسلمون بالأمان والمنع ويملكون أن يستعلنوا بشعائر الإسلام بحرية ودون أي خطر هذه هي دار الإسلام عند إذن يجب عليهم أن يطبقوا الحدود جميع أحكام الشريعة الإسلامية يعني تطبيق الشريعة الإسلامية من نتائج كونها دار إسلام وليس شرطا لاعتبارها دار إسلام سيدي يوجد سؤال تعلق بهذه المسألة دار الحرب ودار الأمان إذا أعلن مثلا في هذا الزمان مثلا رئيس دولة أن بلادا ما أعلن أنها دار حرب فهل يجوز أن يدخلها أفراد الناس بما يسمى التأشير الفيزا ويعتبر هذا عقد أمان من تلك الدولة لا أما من الدول الأخرى التي لم تعلن هذا الإعلان تملك مع الأسف تملك أقولها مع الأسف لأنها خالفت أمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم خالفت أمر الرسول الله عندما قال سلم المسلمين واحدة وحربهم واحدة دولة معينة أعلنت الحرب على إسرائيل الدول الأخرى ما أعلنت الحرب هذا العمل بحد ذاته يشكل جريمه يتقاسمها المسلمون جميعاً وطيب ما بني على باطل فهو باطل لا تنتظر مني أن أحل يعني أن أحلل مشكلة نتيجة جريمة واضح كيف؟ ممكن تصير الآن عنا في حسب الواقع إذا كان بعض الرؤساء يرى أن هذه الدار مثلاً دار حرب بعضهم يرى أنه دار أمان فتصير الدار الواحدة دارين هي إسرائيل دار حرب قولاً واحدة لا غير إسرائيل ولا يجوز لأي دولة مسلمة أن تمد جسور المودة أو الدبلوماسية بينها لا يجوز ذلك فإن وجدنا من يفعله ذلك فهم مفتأتون على الشراء شاردون عن حكم الله عز وجل مثلاً لو كنت مثلاً من دولة عقدت سلماً أو مع الكيان الصهيوني فهل أعتبر أنا كدخول في التأشيرة هل هي دار أمان هل يجوز لي على قولي الحنفية أنها دار حرب وأفعل ما أشاء لا تنسوا أنا قلت خلاف الأحناف مع الجمهور خلاف شكلي فلسطين عند الأحناف لم تصبح دار حرب لماذا؟ لأن كل البلاد التي تحيط بها دور إسلامية لذلك هي دار إسلام تماماً كما يقول الجمهور عند الأحناف ومن ثم لا يجوز لك بناء على أن دولة مؤينة مدد جسور التواصل لها أن تدخلها بحجة تأشيرة الأمان إذن العقود التي أبرمت في أنها لا تجعلها دار أمان لتلك الشعوب التي أبرمت دولها معها الدولة التي أعلنت أنها دار أمان حكمها خاص بها لكن أنت تابعاً لدولة أخرى لا يجوز لك أن تستظل بما قررته تلك الدولة وتقيم سلات بينك وبين إسرائيل هذا ما أقوله لك أليست الحرب خدعة؟ هنا الحرب خدعة فلو دخلت أنا في جواز من تلك الدول لا هذه ما أسمى خدعة أسمى تورط هذا في فرق بين الخدعة والتورط والوقت انتهى يقول لنا طيب خلاصة ما قد انتهينا إليه وأرجو أن تستقر في الذاكرة موضوع الردة وعقاب المرتد إذا كانت الردة أعلاناً لحرب فلا شك أن الحكم واضح وهو ما فعله سيدنا أبو بكر وغيره ولكن عندما يكون الردم من قبل أفراد ولم نستشم رائحة الحراب في هذا فالمسألة تعود إلى ولي أمر المسلمين إن وراء قتله قتل وإن رأى سجنه سجن وإن رأى أن يأتي بأناس يناقشونه ويحاورونه ليعيده إلى الإسلام فعل والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر